موسيقى خطاب المكاشفة والمصارحة مع الشعب هذا ما سعى إليه الرئيس المصري محمد مرسي بالأمس في خطابه فهل تحقق له ذلك؟ وهل نجح الخطاب في تخفيف حالة الاحتقان التي تعم الشارع المصري؟ الخطاب جاء ليصب الزيت على النار تقول قوى المعارضة الخطاب جاء بردا وسلاما ترد القوى الإسلامية عام من الفشل السياسي يكفي ولا بديل عن انتخابات مباكرة تدعو قوى المعارضة الاحتكام للصندوق عند نهاية ولاية الرئيس ولا بديل عن الشرعية الدستورية يصر الموالون الوقائع تجسد حالة الانقسام والاستقطاب فكيف سيكون مشهد الثلاثين من يونيو؟ ذكر انتهاء العام الأول من ولاية الرئيس الجميع يريدها بلا عنف سلمية ولكن لا أحد يضمن ذلك والعسكر يرقبون فما هم فاعلون؟ تطورات المشهد المصري موضوع حلقة اليوم من برنامج حديث الساعة أهلا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي أنا في دباسيل وأرحب بضيوفي هنا في الستوديو معنا السيد عمار نوح الناشط والمعارض المصري من القاهرة معنا مصطفى الخطيب عضو في حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين ومن القاهرة أيضا عماد الدين حسين رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الشروق المصرية وقبل أن نبدأ الحوار نستمع ونشاهد هذا المقطع عن ردود الأفعال على خطاب الرئيس مرسي ومن أجل مصر أطلب من الرئيس محمد مرسي أن يستقيل وأن يترك المجال لأن نبدأ في مرحلة جديدة قائمة على أهداف الصورة أؤكد أنه لا يمكن لأي فصيل مهما كان أن يفرض توجهه ورأيه على الجميع لا بد أن نتكامل وأن تكون الصورة نتاج هذا التكامل بين جميع أبناء الوطن اليوم وقبل أيام قليلة من يوم مشهود من تاريخ الشعب المصري هو 30 يونيو المقبل الذي يحتشد فيه ملايين المصريين في بيادين وشوارع مصر ومحافظاتها وأمام قصر الاتحادية لدعوة محمد مرسي للتخلي عنها فعل وإدراء انتخابات رئاسية مبكرة لن نقبل ولن نوافق أو نسمح بدخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو الفتنة الطائفية أو انهيار مؤسسات الدولة أرجو أن نحن كلنا نحمي مصر تشكيل لجنة عليا للمصلحة الوطنية تضم ممثلين لكافة عناصر المجتمع من الأحزاب والأزهر والكنيسة والشباب والقوى الثورية والجامعات والنقابات والجمعيات الأهلية على أن تقوم هذه اللجنة بالآتي واحد الإعداد لكل الإجراءات التي من شأنها تحقيق المصالحة الحقيقية بين كافة مؤسسات الدولة والوطن القضاء والإعلام والثقافة وغيرها وجميع القوى والأحزاب السياسية يريد إسقاط النجاح يريد إسقاط النجاح للأسف الشديد ما فيش جديد للأسف برضو ما زلنا في نفس المشكلة إحنا لنا مطالب معينة وهما بيتكلموا في مطالب تانية مش مقنع خالص مش فاهمة منه حاجة الكلام اللي هو قاله زمانة وضعت بإيده بس رئيس الكبورية بس رئيس الكبورية جاينا نهاردة نصرة الشرعية والشرعية هي أيروب الشريعة وهي بقرة الشريعة فجاينا نهاردة نحمي إسلامنا ولما نقوله أن الرئيس خد أربع سنين لازم ندوله أربع رئيس أربع سنين مرسي طلع عن مصري للليلة قبل يوم 28 قبل يوم 30 مرسي الليلة ولا على البلد العايز ينزل 36 عايز ينزل فيش مشاكة بس لا تنزل مع الطلبات ما متسقطش إراضة شعب في ناس ضدت الرئيس مرسي ولسه مؤيداء سيد عمد أبدأ معك ما هو تقييمك لخطاب الرئيس بالأمس وهل جاء على قدر التوقعات والتحديات التي توجهها مصر اليوم مساء الخير سيدتي يهم أولا أن نعرف لمن توجه محمد مرسي بخطابه محمد مرسي التصور بنامس لم يكن يوجه خطابه إلى كل الشعب مرة واحدة هو كان يستهدف قطاعا معينا بطبيعة الحال أنصار التير الإسلامي خصوصا الأخوان يصدقون محمد مرسي ويؤيدونه بغض النظر عما قاله وسواء كان يعجبهم لا يعني انطلاقا من قاعدة السمع والطاعة والتنظيم الحديد المحكم في كل الأحوال جمهور المعارضة خصوصا جبهة الإنقاذ وحركة التمرد لم يكن كان ينتظر فقط جملة واحدة أن الرئيس محمد مرسي يوافق على انتخابات رئاسية مبكرة غير ذلك كان سيرفضه في كل الأحوال وبالتالي محمد مرسي لم يكن يتوجه بخطابه لجمهور الإخوان المؤيد الطبيعي والتقليد له أو جمهور المعارضة الرافض الطبيعي والتقليد له محمد مرسي أتصور كان يتوجه إلى جمهور الكتلة الواسعة من المواطنين العاديين كان يريد أن يكسبهم إلى صف أو يكسب الجزء الأكبر لأن الرهان الكبير سيكون عليهم محمد مرسي طريقة خطابه بالأمس إذا لحظنا تغييرت تماما لم يكن يتحدث بي يعني حاول أن يدمج بين الطريقة الشعبية والمرتدلة وقرأ من الأوراق قليلا كان يريد أن يخاطب الجمهور الذي كان يخاطبه توفيق حقياشة في الريف في الصعيد في الأحياء الشعبية بطريقة يستطيع أن يصل إليهم أظن إذا فهمنا الأمر على هذا الوضع نستطيع أن نفهم لماذا تحدث مرسي بهذه الطريقة لماذا تحدث تفضلي يعني سيدة عيماد خطاب مطول أكثر من ساعتين ونصف الساعة سمعنا من من يؤيدون الإخوان ومؤيدي مرسي بأنه غير موجه لمن لديهم أيديولوجية معينة بل موجه للمواطن العادي المصري العادي هل نجح في الوصول إليه برأيك من ردود الأفعال التي شاهدتمها اليوم أظن أن المواطن البسيط جدا القريب من الإخوان قد يكون أثر فيه محمد مرسي لكن المشكلة أن غالبية البسطاء الواقع الذي يعيشونه صار لديهم لا يستطيعون تصديق أي رواية أخرى مهما كان اسمها هم يقولون ببساطة شديدة جدا أنك أنت رئيس الجمهورية أنت الذي تحكم لا يهمنا أن تشرح لنا إذا كان من الذي يهرب البنزين من الذي يقطع الكهرباء دولك كحاكم أن تعالج هذا الأمر وتحاسب هؤلاء الناس لا نحتاج لمن يشرح لنا المشكلة المشكلة نحن نعرفها ونعيشها وبالتالي كنا نتوقع منك إجراءات أشد وإجراءات واضحة وحقيقية هذه أوصاف وتعليقات سمحتها بنفسي من بعض المواطن البسطاء من سائق تاكس صباح اليوم سأعود لأفصل القرارات التي اتخذها الرئيس مرسي ولكن أسمع من عمار إن البعض يأخذ على المعارضة بأنها تعارض لتعارض بالأمس بدأت الانتقادات لخطاب الرئيس مرسي حتى قبل أن يدلي بخطابه والآن سمعنا من السيد عماد وهو يقول بأن المعارضة كانت تنتظر جملة واحدة إن لم يقلها الرئيس ولم يكن من المتوقع أن يقولها ستعارض خطابه وتعتبر بأن لا إيجابي كافية بوسي أنا متفاهم جدا نقطة الأستاذ عماد في أن الرئيس كان بيخطب فئة معينة أو بيوجه رسالته لحد مجموعة معينة من المصريين بس في مجموعة من الملاحظات أنت تقدري تشفيها على خطاب الرئيس وتقدري تحكمي على الراجل له وعلى تصوراته وعلى أفكاره في مجموعة ملاحظات كده أربعة تقريبا عندي أول نقطة استخدام أشخاص يعني التوجه لأشخاص بعينهم تسمية أشخاص تسمية أشخاص بعينهم عشور بتاع الشرقية وفودة بتاع المنصورة الحقيقة دي حاجة تحزل لأنه هو كده الراجل بينزل السيد الرئيس بينزل من منصبه كرئيس الجمهورية لرئيس حي بالكتير أو أنك أنت تنزل مكانتك وما أنتش قادر تفهم قيمتك والمكان اللي أنت فيه وتنزل نفسك أنا من الشعب وأتحدث كأنني واحد من الشعب ألا يقربه ذلك من الجمهور للأسف ده مش تصرف رجل دولة بأي حال من الأحوال لا تصرف زي ما بقول راجل رئيس حي هذه نقطة النقطة الثانية الموضوع بتاع القضاء وأنه يحدد شخص قاضي معين بالاسم بدون ما القاضي ده يكون أوحيل للصلاحية أو حتى أوحيل للتفتيش القضاء دي حاجة خطيرة جدا ومسابقة ما حصلتش قبل كده حتى بغض النظر عن كون هذا القاضي مذنب أو غير مذنب مزور أو غير مزور لأن القضاء المصري الحقيقة فيه مشاكل بس يعني أنك أنت تسمي الشخص بهذا الشكل أنا فأي ده افتئات شديد جدا وكبير جدا على المؤسسة القضائية وحاجة خطيرة الحقيقة وعدم فهم لسلطته كرئيس السلطة التنفيذية النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة التهديد باستخدام المحاكمات العسكرية ودي حاجة تدعو للأسع الحقيقة لأن الإخوان المسلمين هم أكثر فصيل تعرض فقط في هذه النقطة أين هدد باستخدام المحاكمات العسكرية هو على العكس قال ليس هناك مدني اليوم يحاكم أمام محاكمة العسكرية وشدد على هذه النقطة بس هو قال كمان أن أنا رئيس الأعلى القوات المسلحة وأن أي حد هذه حقيقة واقع لحظة بس وأن أي حد بيهني ممكن يتعرض لمحاكمة العسكرية التهديد باستخدام محاكمة العسكرية دي حاجة خطيرة جدا اللي بيدعو للأسع حقيقي أن الإخوان المسلمين وقت مبارك كانوا بياخدوا براءات من المحاكمة العادية وكان مبارك يبعثهم على المحاكمة العسكرية وتسيس القضايا ليهم ويتحطوا في السجن التهديد باستخدام المحاكمة العسكرية مع المعارضين ده بيدلك وبيديكي انطباه حقيقي عن شخصية هذا الرجل وعن شخصية هذه الجماعة الحاجة واستدديتهم يعني الحاجة الرابعة أن عدم الفهم عند جماعة الأخوان المسلمين وعند رأس الدولة دلوقتي فإن المشكلة مشكلة سياسية بالأساس وإن الحل لازم يكون حل سياسي وليس طبطبة يعني الموضوع مش بس في الكهرباء ولا بس في الخدمات ده طبعا جزء من المشكلة وجزء كبير بس كمان أنت مش قادر تقدم حلول حقيقية لنزع فتي الأزمة في الشارع وحالة احتقان موجودة دلوقتي عند مواطنين كثيرين مصريين معارضين أنت رئيسهم كما أنك رئيس للمؤيدين حالة الاحتقان أليس جزء منها هو من مسؤولية المعارضة أيضا يعني قال بالأمس ترح سؤال كيف يمكن أن يعمل المرء في ظل هذه الأجواء بما معناه عندما عدد عدد التظاهرات والاحتجاجات التي تمت الدعوة إليها والوقفات ألا تتحمل المعارضة جزء من المسؤولية في حالة الاحتقان أيضا؟ المعارضة تتحمل جزء من المسؤولية بس الجزء الأكبر دايما الملامة تروح للمسؤول اللي عنده السلطة وعنده القوة وعنده القدرة على أن هو يغير الإخوان المسلمين لغاية نهاردة بدون انطباع أنهم ليسوا في المعارضة أنت في الحق تصرفاتك كحاكم مختلفة تماما عن تصرفاتك إيه في إيدي أنا كمعارضة غير أن أنزل الشارع في جزء الرئيس أنا مش عارف إحنا نسينه أو فاكرينه بس الرئيس قاعد مع قيادات المعارضة اللي سموا في وقت من الأوقات أنهم قيادات وطنية دكتور محمد البردعي دكتور عبد المعنى الفتوح السيد حمدين صباحي والسيد عمرو موس قاعد معهم قبل الإعلان الدستوري وتكلم معهم وتناقش معهم والناس عبروله عن كل ما يقول بخاطرهم وإيه المفروض يحصل دكتوري أسم به الوطن الكلام على أن المعارضة مش بتؤدي دورها أو أنها معارضة غير مسؤولة الحقيقة المعارضة قاعدت مع الرئيس والرئيس أم جاي يضارب بكل الكلام عارض الحائط وفي الآخر أم يطلع أعلان دكتوري أسم بلد هماري نقولين أن أصلا وضح منك النقطة وبالأمس شدد عليها الرئيس قال بأن أيدينا ممدودة وأننا دعونا بعض الشخصيات للمشاركة وهي رفضت المشاركة لماذا يحسب الرئيس في ظل هذه الأجواء المحتقنة التي تعيشها مصر والتي جزء منها يقع على عاطق المعارضة على أمور يعني هو ليس مسؤول عنها جميعا هل هو قادر على حل كل قضايا مصر بعام واحد لا لا هو مش قادر ولا أي حد في الدنيا قادر على حل التاركة الثقيلة التي سبها النظام الفاسد السابق في عام واحد بس الراجل ده والجماعة بتاعته ما دوناش أي خريطة طريق إزاي هنحل المشاكل ولما تعرضوا لأزمات بصي على تعامل المؤسسة الرئاسة مع أزمة الميا ومع أزمة سوريا حاجة في منتهى المسخرة لما المصطبع اللي كانت موجودة وقت أزمة الميا كانت حاجة تدحك ودحكت علينا ناس كتير التعامل مع أزمة سوريا ودي نقطة لأنها نقطة مهمة قوي التعامل مع أزمة سوريا دي لما يجيب مجموعة من شيوخ الفتنة ويتكلموا على الرافضة وعدم دخول الأرض الطاهرة ويجي واحد قدامه يقول المعارضين مجموعة من الكفرة والمنافقين يدعي على المعارضة بأنهم مجموعة من الكفرة والمنافقين والرئيس قاعد وما يعترضش سأعود نقطة ألماء وأسيوبيا أريد أن أسمع من السيد عمد سيد عمد هل أتى الرئيس بأي جديد يتحدث عمار عن لا وجود لخارطة طريق للخروج من المأزق بالأمس هل أتى بأي جديد في القرارات التي دعا إليها القرارات التي دعا عليها الرئيس محمد مرسي والتي أعلن عنها أمس كان يمكن أن تكون جيدة جدا قبل شهر من الآن لكن في اللحظة التي ظهر فيها الاستخطاب واتضح الحجد والحجد المضاد وصدنا على بعد لحظات من 30 يونيو هذا الخطاب أو هذه القرارات لم تعد صالحة من وجهة نظر المعارضة هذه المعارضة تنتظر قرارات تتعلق بمستقبل مصر بكامل تتعلق بالضرورة رأيها ترى أن الحكومة حكومة جماعة الإخوان حكومة فاشلة لم تحقق شيئا وتقود البلاد إلى كارثة محققة وبالتالي من وجهة نظرها هذه القرارات لا قيمة لها محمد مرسي يعتقد من وجهة نظره أنها أفضل قرارات وقرارات جيدة وأنها تستجيب لجزء كبير من مطالب الشعب هي مشكلة دائمة في الخلاف بين الحكومات والمتظاهرين أنت تقدمين حلا تعتقد أنه كافي في هذه اللحظة يكون الطرف المقابل قد اقتنع أنه بلا قيمة ويبدأ في طلب المزيد برأيك أنت هل هناك أي جديد تم تقديمه بالأمس هل فعلا بما أطلقه الرئيس من مجموعة من القرارات والرسائل استطاع سحب فتيل الأزمة من الشارع المصري يعني ما تعليقك عن هذه القرارات أنا أقول لك هذه القرارات أقول لك كانت جيدة لكن لم تعد تجد الآن بمعنى آخر المواردة ترفضها ما تدير بتشكيل لجنة عرية للمصالحة الوطنية تشكيل لجنة مستقلة لإعداد التعديلات الدستورية هو يعترف بأنه ممكن تعديل الدستور يفتح يده إلى الجانب الآخر يتحدث عن مصالحة وطنية يشارك فيها كل الفئات والأحزاب والأزهر وغيره نعم أذكرك تذكيرا بسيطا لأن هذا الكلام حول تشكيل لجنة مصغرة أو موسعة للدستور وتعديل الدستور تم الإعلان عنها قبل شهور طويلة وتحولت إلى كلام في الهواء الكلام عن مصالحة كلام مرسل يعني كيف يتم تحويله هو من وجهة نظر معارضة هو إجراءات لشراء الوقت هناك مشكلة قبرى تتمثل فيها بالنسبة للإخوان ومحمد مرسي والتيار السامي عموما اسمها 30 يونيو كيف يمكن مرور العبور هذا اليوم وتجاوزها دون مشكلة هم يعتقدون أن هذه الأمور كافية هي لم تعد كافية لدى الشارع سمحت تعبيرا من أحد المعارضين يقول مات الكلام لم يعد مجديا الآن طيب وسمعنا في المقابل سيد عمار يعني بالتقرير الذي عرضناه في بداية الحلقة سمعنا من يقول نحمي إسلامنا أعطينا الرئيس أربع سنوات فلنعطي هذه الفرصة كاملة ومن ثم نحاسبه بس الأخوان المسلمين يلعبوا لعبة لطيفة وهي لعبة أنا فرأي غير مهذبة اللي هي اختزال الشرعية في الصندوق الحقيقة الصندوق واحد من آليات الديمقراطية والديمقراطية واحدة من المسببات للشرعية الديمقراطية لها معنى كبير أو واسع عن السندوق الديمقراطية معناها فصل ما بين سلطات سلطة قضائية مستقلة سلطة تنفيذية على رأسها رئيس ينتخب من قبل الشعب سلطة تشرعية تراقب عمل السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية تكون ممثلة حقيقة للشعب باختلاف تواقفه وأجناسه وعقائده وأفراده وكل حاجة وشيوخه وشبابه يعني ده المعنى الأكبر والأوسع للديمقراطية إعلام مستقل صحافة مستقلة حرية حصول على المعلومة مش بس كده دية الديمقراطية بمعناها الواسع ده واحدة من المسببات الشرعية بالإضافة لكده أن يبقى عندك رؤية أن يبقى في عدالة اجتماعية وعدالة في توزيع الثروة أنك أنت بتدي الأمل للناس في الشارع أيوا اربطوا الحزام على بطنكو بس في أمل في الآخر كل دي حاجات بتديكي مسببات لشرعيتك اللي أنت بتاخديها الصندوق جزء بسيط جدا ده كله اختزال الشرعية في الصندوق حتى لو سلمت جدلا معك ولكن هل تريدون العودة إلى الشرعية الثورية هل تريدون اختراق الشرعية الدستورية الذي يتحدث عنها الرئيس موسيقى وهل مصر قادرة على تحمل تبعات ذلك وما يؤدي ذلك من فوضى يعني ما نشده بالأشهر الأخيرة ما هو إلا دليل على حالة الفوضى التي تعيشها موسيقى اللي بتطلبه المعارضة انتخابات رئيسية مبكرة ده طلب ديمقراطي جدا وطلب يمكن تسويقه قانونيا ودستوريا الناس مش بتطلب انقلاب عسكري أبدا اللي ناس طلبها أن السيد الرئيس بسبب ممارساته وممارسات جماعته وبسبب الضغوط في الشارع وحالة الاحتقان الشديدة والاستقطاب الشديدة اللي موجودة في المجتمع دلوقتي يدعو إلى انتخابات رئيسية مبكرة بس كده الطلب ده طلب ديمقراطي مش طلب بيكسر دستور أريد أن أسمع من السيد عماد سيد عماد هل هذا الطلب منطقي وهل تمتلك المعارضة المصرية أدوات لتحقيق هذا الطلب أنا أشك في ذلك أشك أن المعارضة المصرية بوضعها الآن لديها مشكلة حقيقية لا تقل ساوية عن مشكلة الحكومة نفسها ومشكلة إدارة إخوان المسلمين لكن المنطقة أنا أتفق مع الأستاذ عمار في جزء كبير من كلامي القضية لم تعد فقط في مسألة الأليات والصندوق نعم محمد مرسي رئيس منتخب وانتخبه غالبية الشعب بما فيه القوة التي يقول عنها الآن أنها فلول ومن حق أن يحكم أربع سنوات لكن السؤال الجوهري ماذا لو أن هذه السياسات التي يتبعها الرئيس محمد مرسي وإدارته تقود البلاد إلى كارثة محققة هل تنتظرين كل هذه المدة لكي تحترم إرادة الصندوق والأليات الديمقراطية الشكلية أم تبحثين في حل هذا هو السؤال هل الحل هو بالمطالبة سيد عماد إن كانت المعارضة لا تمتلك أدوات إجراء انتخابات مبكرة أو فرض إجراء انتخابات مبكرة على الرئيس هل الحل إذن بالنزول إلى الشارع هل من المنطقي النزول إلى الشارع لفرض ذلك في مقابل هناك لا يزال شارعا يؤيد الرئيس مضاد للشارع الرافض له هل من المنطقي اللجوء إلى هذه الوسيلة نعم أنا أتفق معك هناك معضلة حقيقية يعني النزول إلى الشارع حق مشروع للجميع طرم أنه احتجاجات سلمية طبيعية تتم وفقا للقانون وبعيد عن التخريب هذا كلام ينبغي أن ندفع عنه طوال وقت والحكم المدني مهم جدا وأنا من المؤمنين بالحكم المدني مهما كان شكله وبعيد عن التدخل العسكري حتى تكتمل التجربة الديمقراطية وكتبت ذلك مرارا وتكرارا لكن مرة أخرى ماذا يحدث عندما تتأذى من الأمور ويصبح هناك استخطابا حادا ولا أمل في الجميع هنا دور الرئيس محمد مرسي كان ينبغي عليه وأظن أن أمامه فرصة إلى الآن أن يخرج على النازم السياسات مغيرة الإخوان المسلمين في جزء منهم بعيدين يعني بعيدون عن العصر تماما يفكرون بطريقة مختلفة يعني فبالتالي يحتاجوا إلى العودة حتى لا ندخل في نفق لديك مشاكل هذه الإدارة لديها مشاكل مع الإعلام مع القضاء مع المعارضة مع سد النهضة أسيوبيا ودول منابع الجميع مع سيناء ليس لديك علاقات طبيعية في العالم العربي بأكمله باستثناء قطر معظم علاقاتك مع الخارج لم يزور مصر رئيس يعني تقريبا منذ في عهد مرسي إلى أمير قطر أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس دورك يتضائل الملف الفلسطيني حتى التاريخ اللي كان موجود مع مصر يتجه إلى الأردن لم يعد يعني الدور يتضائل ماذا نفعل فيه هل ننتظر أربع سنوات أم نبحث عن حل حقيقي سيد ايماندي هل تحدث عن دور مصري يتضاءل البعض يرى بأن مصر عادت إلى دورها الطبيعي من موقف الرئيس مرسي فيما يتعلق بقطع العلاقات مع سوريا وهذا ما انتقده السيد عمار هنا في الاستوديو أنا ضد اتفق مع الرئيس محمد مرسي في قضية مهمة جدا وهو أن هناك نظاما دمويا يحكم في سوريا ويقتل شعبه ليلة نهار لكن الطريقة لماذا التوقيت عندما تطلب الولايات المتحدة تقطع علاقات مع سوريا هل هذا يليق بمصر ثانيا ما هي الجزوة العملية يعني أنا لا أتحدث عن صواب أو عدم صواب قطع العلاقات لكن ما هي القيمة التي يعني حتى أسبوع مضى قبل قطع العلاقات كانت الإدارة المصرية تقول أن هذه العلاقة تتيح لنا التدخل والتأسير لماذا تغير هذا الاتجاه فجأة ومن الذي يكسب منه سنعود لمواصلة هذا الحوار ولكن بعد فاصل قصير وأعود وأذكر بأنه من المفترض أن يكون معنا السيد مصطفى الخطيب عضو حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي نرجو ذلك بعد الفاصل الأعلاني سنعود فبقوا معنا بي بي سي في تجدد دائم الأخبار أينما كنتم على مدار الساعة أخبار العالم بدقة ومصداقية كل الأخبار التي تهمك في عالم الظاهرة نحاور صانعي الحدث ونقدم لكم الخبر ببساطة وتفصيل بي بي سي في بحث دائم لتعطيك تقارير أكثر تأخذك إلى أماكن أكثر وتسأل معك أسئلة أكثر توازن وحياد تعطيات حصرية بي بي سي رأيك وصوتك تقارير مباشرة من كل مكان اقترب من الحدث أكثر في العالم هذا المساء نناقش الخبر بعمق وجرأة بي بي سي معكم مباشرة على الراديو والتلفزيون والإنترنت وعلى موقعي التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك بي بي سي رؤية واضحة أهلا بكم من جديد نواصل هذا الحوار عن التطورات في مصر أعود إليك عمر أطرح عليك نفس السؤال السيدة عيمات قال بأن المعارضة لا تمتلك أدوات لفرض إرادتها على الرئيس وهو الدعوة لانتخابات مبكرة هل من المنطقي التعويل على الشارع ونحن نشاهد شارعا آخر يؤيد الرئيس مستعد للنزول هل من المنطقي التعويل على هذا الشارع من أجل إسقاط الرئيس؟ المعارضة خدت الخطوات بتاعت أنها تقعد وتتكلم وتتناقش وتعرض وجهة نظرها واكتشفت في الآخر أن كل الكلام بيتحط في أول صفيح الزبال وأنا قلت المثال بتاع قعدة الرئيس مع قيادات المعارضة والقيادات دي هي اللي دلوقتي بتقول إحنا نازلين بما فيهم الدكتور عبد المنان بالفتوح إحنا نازلين وعايزين انتخابات رئيسية مبكرة لأنها شفت أنه مفيش فايدة المعارضة مفيش في إيديها فعلا حاجة غير أنها تنزل الشارع ما هي الراجل قال لهم تعالوا قعدوا طب جموا قعدوا اتناقش معهم وقاموا طلع إعلان دستوري يخذ فيه كل السلطات في جيبه وما احترمش أي حاجة من الحاجات التي تقالت مع المعارضة طب المعارضة يبقى في إيديها إيه؟ المعارضة مش في إيديها هي دي المشكلة أن المعارضة مش في إيديها تحكم هي ما فيش في إيديها قوة ولا سلطة هو اللي في إيديها السلطة الجماعة الإخوان المسلمين هي اللي معاها السلطة دلوقتي هم اللي بيحكموا طيب إذن على أي أساس تدعو المعارضة إلى انتخابات مبكرة البعض يا ربي أن الدعوة إلى انتخابات مبكرة ستؤدي إلى عودة الإخوان المسلمين أو التيار الإسلام السياسي مرة جديدة إلى الحكم. إذن ما الجدوى من إهدار الوقت والعودة إلى نفس النقطة؟ طبعا حكتين. الحاجة الأورانية لو الرقم واحد إن لو الإخوان المسلمين هيجوا ثانية. بدأ اختيار الناس. خلاص انتهى. ما هذا اختيار الناس من الأول؟ لا. اختيار الناس من الأول. الكلام مزبوط جدا. وده اداله الشرعية اللي احنا تكلمنا عليها. أو الجزء من الشرعية اللي احنا كلمنا عليه. بس الرجل ده أثبت في السنة اللي فاتت أنه هو واخد البلد وداخل بها في الحيط. طيب. أنا لو أنا شايف رئيسي. رئيس الدولة واخد البلد وماشي بها في سكة ظلمة. إيه الحل قدامي أنا كمعارضة؟ يحسب بعد أربع سنوات وفقا للأطراء الديمقراطية. لا ينتخب له. لما استلمها خرابة يعني. ولا تياره السياسي. نستلمها خرابة. يعني. إحنا شايفين حقيقي البلد في بصي على أداء الرئيس وأداء مؤسسة الرئاسة. فأكثر من ملف. الأداء مزري. الأداء سيء جدا. بالإضافة لي أن الإخوات. ولكن هناك نقطة أثرتها. لم أسمع رد عليك منها. يعني. في حال تم إجراء انتخابات مبكرة. كل التوقعات تشير بأن الإسلام السياسي سيعود مرة جديدة. ما رأيك بهذه التوقعات؟ لا. التوقعات دي غير سليمة على الإطلاق. إسلام سياسي. إيه لا هيكسب تاني بعد الأداء الوحش اللي احنا شايفينه ده. في حال عاد. ماذا سيكون الحال؟ هل ستعودون للتضاهر من جديد؟ لا. هنعمل ليه طيب أمنا إلى الله. كل ما يأتي رئيس. كل ما يأتي رئيس يرفضه البعض. نعود إلى التضاهر. وبالتالي شل البلد. على الإطلاق. إحنا مش هيبقى البناء على البلدية أكتر من ناسها وأهلها. لو الناس اختارت الإخوة المسلمين تاني خلاص. هنعمل إيه؟ إحنا بنسعى بكل ما قطينا من قوة. إن إحنا نحط البلد على الطريق السليم. المعارضة بتسعى لكده. الكلام دعوات المشاركة للمغالبة. دي كلها طلعت دعوات كاذبة. الراجل ده وعد مجموعة من الوعود. بما إنك بقى بتتكلمي على إنه هو ياخد الأربع سنين بتوعه. هو وعد مجموعة من الوعود. أنا أنقل ما يطرحه. هو وعد مجموعة من الوعود. هو وعد مجموعة من الوعود. قال دستور توفقي. وقال رئيس شخصية وطنية مستقلة. قلنا الدكتور هشام أنديل. أنا مش متأكد بقى إذا كان مستقلة. هو لشخصية ولا مستقلة. بصراحة. هو دعو المعارضة. دعو المعارضة إلى المشاركة في الحكومة. والمعارضة رفضت. إذن يمكن له أن يختار ما يريد. المعارضة ما رفضتش. ولا حاجة. في مجموعة من التعاهدات. الراجل تعهدها على نفسه. وقالها على نفسه. وكذب ولم يصطق في وعوده. للأسف الشديد. هذا رقم واحد. ورقم اتنين. المعارضة رغم ذلك. راحت وقعدت وتكلمت مع الراجل. مع السيد الرئيس. وفي الآخر السيد الرئيس رمى كل الكلام. وطلع أعلان دستوري. أثبت به أنه ليس رئيس لكل المصريين. بأي حال من الأحوال. هو لما يطلع الرئيس. يخطب في مؤيديه وقت أحداث الاتحادية. ويسيب المعارضين. يولعوا في التحرير. وكأنه رئيس للمؤيدين. وليس رئيسا للمعارضين. هذا ليس يبين لك أن الراجل ينزل من قيمة وقامة رئيس الجمهورية. ورئيس كل المصريين. لرئيس فصيل أو رئيس طيار. وده ليس خطر على وطن. سيدة عماد. بالأمس أيضا وجه الرئيس رسالة إلى الجيش المصري. وتحدث عن الانسجام بين المؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية. يأتي ذلك بعد تصريحات للسيسي القائد العام للقوات المسلحة. أمهل فيها الجميع أسبوعا لإيجاد حل سياسي. كيف فهمتم هذه التصريحات من السيسي؟ وما الذي يمكن أن يفعله الجيش أو ينويه في حال تطورت الأمور؟ بطبيعة الحل لا يستطيع التكاهل بما ينتويه الجيش. لكن ما أفهمه بوضوح أو الذي فهمته بوضوح أن بيان الجيش كان الجزء الأساسي تأمين وتحصين المظاهرات السلمية للمصريين. هو في جزء أساسي قال أنه ضد مهاجمة المنشآت أو محاولة حراق البلد. وفي رسالة واضحة هو يرفض تخويف وترويع المصريين. الذي قام بتخويف وترويع المصريين كان واضحا مساء الجمعة من على منصة ميدان رمع العدوية عندما تظاهر التيار الإسلامي. وسمعنا كثيرون يتحدثون بطريقة قتلانا في الجنة وقتلهم في النار. أو أننا سنسحقهم في يوم 30. ولكن سيد عماد البعض يقول بأن ما جرى بالأمس في الدقاهلية خير دليل على أن المعارضة أيضا هي من تقوم بمهاجمة الإخوان المسلمين ومؤيدوا هذا التيار. نعم يعني يفهم منها أستطيع أن أظن أنه أتفق معك فيما يتعلق بأن فكرة الخروج بالعنفة بمعنى مهاجمة مواطين آمنين أو منشآت. ينبغي أن تطبق على الإثنين. لكن كانت هناك حملة منظمة طبقا لما تقوله المعارضة بأن تيار الإسلام السياسي يشن هذه الحملة من أجل تقليل عدد النازلين يوم الأحد المقبل. وبالتالي فإن بيان الجيش يصب في هذا الأمر أنه مع الدميع ليس معه. يعني الإخوان يقولون أنه مع الشرعية في حين أن البيان يقول أنني مع الشعب وهذا فرق كبير بين المعنيين. طيب سأعود إليك ولكن أريد أن أرحب مرة جديدة بضيفي من القاهرة مصطفى الخطيب عضو حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين. سيد مصطفى هناك انتقادات مواجهة لخطاب الرئيس بالأمس بأن هذا الخطاب لم يأتي بجديد. هذا الخطاب لم يشمل ليس فيه رؤية واضحة لكيفية الخروج من المأزق الذي تعيشه مصر. غير مقنع على الرغم بأنه خطاب مطول لأكثر من ساعتين ونصف. كيف ترد على ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مع الحركة بأستاذ عماد أستاذنا الفاضل طبعا والأستاذ عمار وعلى ضيف حركة في الاستوديو. أنا طبعا متابع الحوار من أول ولمدة حوالي 25 دقيقة. فطبعا كمل الإطرحات والاتهامات كثيرة. ومن هنا أدوكي لرد سيد مصطفى. مرحب بك فريد بس حركة الدين المساحة المناسبة للرد على بعض هذا. خطاب الرئيس كأتفق مع أستاذ عماد أنه كان فعلا موجه بشكل أساسي للعموم الشعب المصري بشكل عام. يعني فيه طبعا مؤيدين للرئيس وفيه مجموعة من المعارضين. ولكن القطاع الأكبر والغلبية العظمى هو من الشعب المصري. والغلبية في الآخر بيتأثر بالسلوكيات السياسية لهذا الطرف أو ذاك. ولكن بعد مرور سنتين ونصف من بداية الثورة المصرية. الشعب ده نفسه يشوف ملامح جديدة للدولة المصرية تتحقق فيها الحاجات التي كنا نطالب فيها في أول الثورة. وهي طبعا حاجات كثيرة وعظيمة وتحتاج إلى مجهود كبير. عارفيني أن في أول عام ونصف كان يقود البلاد المجلس العسكري وحكومات إلى حد كبير تابعة للنظام القديم. أو يعني ما عارفتش تنفذ طموحات الثورة. ولكن لما جاء الرئيس محمد مرسي من أقل من عام. يعني كانت الأهداف واضحة جدا قدامه. والتركة ثقيلة. وأعتقد أن المشاركين معنا في الستوديو يتتفقوا على ذلك. طيب سيد مصطفى تقول بأن هذا الخطاب موجه والتتفق مع السيد عماد. موجه لأسواد الأعظم من المصريين غير المسيسين. ولكن هؤلاء ما يهمهم كما قال أيضا السيد عماد. يعني نقمة العيش يوميا. ومن يشاهد التقارير التي تأتي من مصر بالأمس. يعني هناك لا وجود للبنزين. لا وجود للسولار. هناك مشكلة في الغاز. مشكلة في الكهرباء. هناك مكينات الصرف الآلي. هناك ضغط عليها. يعني طيب توجه وتحدث عن حصاد عام. ولكن واقع الحال يشير بأن المشاكل لا تزال. هذه المشاكل اليومية قائمة ومتفاقمة. نعم. هو السيد الرئيس تناول بالفعل. وده لبعض الناس انتقادته على أنه تناول بعض المشاكل الحياتية. والجانب السياسي لم يكن ياخد جزء كبير في الخطاب. يعني على عكس ما حريك بتقول. لا. في ناس بتنتقد أنه تناول بشيء من التفصيل كمان بعض تلك المشاكل. وخلينا نقول لحالة. أنا أعلق على نقطة بأنه إذا كان الهدف هو الشعب أو السواد الأعظم من المصريين. يعني الكلام الذي تحدث به الرئيس لا ينطبق مع واقع الحال. على الرغم من أنه حاول أن يعطي صورة براقة لما تم القيام به. لا. خلينا حرجنا نتكلم هنا في شقين. الشق الأواني الرئيس عاوز يوضح للناس الوضع الموجود في البلد على المستوى السياسي والاقتصادي. وفيه الشق الثاني اللي هو تناول بعض المشكلات الاقتصادية اللي موجودة. واللي أكثر حاجة برزة فيها دلوقتي اللي هي موضوع أزمة الوقود. وده فعلا لمسارة على التراكم السيارات أمام محطات البنزين وعلى الكهرباء. لأن الكهرباء عندنا 85% تقريبا منها بيقوم عن طريق الوقود. ليس عن طريق السد العالي زي ما حررتك عرفها. فكان التركيز على هذه النقاط. والسيد الرئيس شرح ليه في أزمة دلوقتي. وقال أنه طبعا وقالمح أنه في خلال فترة إن شاء الله قريبة تحل تلك الأزمة. ولكن في ملفات تانية تم حلها زي موضوع الغيش وزي موضوع استوانات الغاز. وزي موضوع المرتبات الضعيفة لكثير من الفئات المصرية. واللي ركز عليه السيد الرئيس وطرح أبو الأرقام. معاش المرأة المعيلة ومعاش التضامن الاجتماعي والتأمين السلحي. ولا أشار في الإنبارة. لا نريد أن ندخل في التفاصيل ما تم تحقيقه. كانت النقطة فقط هو عدم التطابق بين ما هو على الأرض والخطاب. ولكن لو سمحتي لي حضرتك بس أشير لبعض النقاط اللي قالها الزملاء والصفات اللي موجودين في الستوديو. ولا يعني الموضوع كله باختصار. إن المعارضة عندنا في مصر كان عندها الطريق السهل. اللي هي الضغط على الموجود في الحكم. علشان تبقى فيه مكاسب سياسية. يعني بعد سنتين ونصف فيه كثير من الناس لم تستطيع أن تتحول من الحالة الثورية. اللي كنا فيها من أول في أول ثورة 25 يناير. كان فيه حالة من السيولة السياسية. الناس ما عرفتش تتحول إلى المنظمات والكينات والأحزاب. حتى تقوم بحركة طبيعية بناء مؤسسات الدولة. وده اللي كان لإخوان المسلمين قبل ما يكون لهم حزب بيحربه عشانه. أنه يبتدي يكون فيه جهة ممثلة للشعب. وهي مجلس الشعب اللي كان تمت انتخابات فيه بشهر 11 و 12 في سنة 2011. حتى يكون هناك لما حد يقول الشعب يريد تكون فيه جهة تمثله. يبقى مش أي حد يمثله. للأسف المعارضة عندنا في مصر فشلت في ذلك إلى حد كبير. كيف سيد مصطفى المعارضة فشلت في ذلك؟ يعني اليوم هناك 15 مليون توقيع يدعو الرئيس للرحيل. يعني من هو من لا يحترم إرادة الشعب برأي المعارضة؟ إذا فيه 15 مليون شخص يطلبوا الرئيس بالرحيل. رأي الشعب يا فندم يأتي بشكل طبيعي جدا عن طريق الانتخابات أو الاستفتاءات. ما يحدث الآن من تجامع توقعات هو شكل سلمي وجميل جدا. ولكنه شكل غير قانوني. لأننا لا أضمن التوقعات التي تم جمعها هي توقعات حقيقية. لا. على الناحية الثانية فيه تم جمع توقعات من حمل التجرد. وهي تقريبا بنفس العدد الذي جمعته حمل التمرد. سيد مصطفى من خلال كلامك وأرجو عذرا من ضيفي الآخرين. ولكن أحاول أن أعطيك ما ينصفك من الوقت. سيد مصطفى أفهم من كلامك بأنه أنتم واثقون من شعبيتكم على الأرض. إذا كان الأمر كذلك. إذن لماذا لا تتوجهون إلى انتخابات مبكرة وتثبتون مرة جديدة للمعارضة بأنكم أنتم قادرون على الفوز بأكبر نسبة من الأصوات. أو على الأقل يجري الرئيس استفتاء إن كان مطلب رحيله على مطلب رحيله. نفهم ما هو يعني نحن نتحدث في مصلحة بلد بشموضاء أن نحن نسبة قوة فصيلة على الآخر. يعني في انتخابات البرلمانية التي هي مجلس الشعب ومجلس الشورى وانتخابات الرئاسية والاستفتاءات. كانت القوى الإسلامية أعتقد أن الشعب بانت ميوله في تلك الاستفتاءات والاستحقاقات الانتخابية. ولكن نحن هنا لا نريد نسبة قوة فصيلة على الآخر. لو حركتنا في هذه النقطة وعملنا انتخابات رئاسية زي ما تطلبوا المعارضة دلوقتي. يبقى كل شهر والثاني هنطالب أن نعمل انتخابات رئاسية. يعني نفترض أني جي رئيس إسلامي بعد شوية. أنا بقول لها حالتك من دلوقتي أنه هتقوم معارضة تاني بعد فترة. وتقول إنه هو فاشل وغيره. وهتخش البلد في تلك الدوامة. إحنا عايزين المعارضة بشكل واضح يعني عادي جدا تحترم قواعد اللعبة الديمقراطية. اللي الشعب المصري استفتي عليها في الدستور اللي فات. وكان أكثر حوالي تلتين الشعب تأثيرا فقط تلك الوثيقة. فإحنا عندنا دلوقتي مؤسسات في رئاسة في دستور في مجلس شورى. فاضل عندنا المجلس النواب وتكتمل مؤسسات الدولة. لكن للأسف المعارضة بتلك الخطوة اللي بيتطالب بيها. هي فعلا عاوزة يعني ينهار كل المؤسسات الموجودة. طالب فقط بانتخابات رئاسية. وإن كان الأستاذ عمار بيقول كده دلوقتي فقط. ولكن هي فعلا تطالب منها تتشال هذا الدستور الموجود. وكمان المجلس التشريع يتشال. وده اللي كان المجلس العسكري والحكومات اللي قابل الدكتور محمد مرسي. بتحاول تعمله وكان أبرز نموذج لي. يعني أنه إلغاء المجلس الشعب الذي استفق عليه موظم حالي. سيد عيمات بالأمس رئيس الجمهورية قال بأنه لا ضرر في تناوب السلطة. وهو يحترم ذلك. لكن لطالما ذلك يحترم الدستور. إذا كان الدستور بالأساس هو متار جدل في مصر. كيف يمكن أن يطبق هذا المبدأ. ويحقق الاستقرار السياسي. أولا نبوحي زميلي الأستاذ مصطفى. سنيا ردنا على هذا السؤال. يعني المعارضة كلامه هو. لا أظن أن هناك بادرة أمل في هذه اللحظات. فيما يتعلق بالدستور. لأنه كان السبب الرئيسي في كل ما حدث في مصر لاحقا. الإعلان الدستوري من ويطة ناظري كان هو اللحظة الفارقة بين شركاء الثورة الذين احتشدوا معا في ميدان التحرير. كان الرئيس محمد مرسي استقبل الزعماء السلاسة البلدية. حمدين صباحي عامل موسى. وبعد ذلك بثلاثة أيام صدر الإعلان الدستوري. العناد الدستوري كان فعلا كارثيا بكل معيار ممكن مهما كانت التبريرات. لأنه هو مهم من زاوية أن القوى الوطنية كانت تطالب. قالت عم مجيد محمود نعم. وحماية السورة نعم. لكن الذي جرى باختصار وبوضوح أنه تم استخدامه لخدمة الإخوان فقط. وتزبيت حكمهم بعيدا عن القوى الوطنية. وبالتالي فهمت القوى الوطنية هذه القضية بوضوح. وحدث الافتراق. جاء الدستور ليعنق هذا الأمر. ثم دخلنا في الحائط السد الذي واصلنا إليه. أزمة الثقة فقدت تماما. المعارضة مسؤولة لأن أتصور لها جزء بالمسؤولية. لكن مرة أخرى رئيسة الجمهورية والإخوان لأنهم الذين يحكمون. هم الذين يتحملون المسؤولية الأكبر فيما وصلنا إليه. نحن إذا أزمة خطيرة أزمة وجود. ممكن أن تقود البلد إلى منحادر خطير للغاية فعلا. ولسوء الحظ أن أي من الطرفين لا يرى هذه الصورة بوضوح. سيد مصطفى تعليق على ذلك. الإخوان المسلمون يوم هم من يحكمون. هم من يمتلكون السلطة. وبالتالي هم من يتحملون المسؤولية الأكبر عما يجري في البلاد. وبالأمس خطاب الرئيس لم يعكس ذلك. أشكر طبعا أستاذ عماد على الفتاة الطيبة. ولكن خليني أقول بصراحة لحضرتك الإخوان أو الرئيس مرسي تحديدا عندما قام بالإعلان الدستوري. طبعا الناس بتتهموا بأنه كان حاول يكون ديكتاتور أو مستبد. ولكن حريكت لحظي أن الإعلان قعد فقط 15 يوم. وكان الهدف الواضح والصريح من وراءه. وهو حماية المؤسسات الموجودة. اللجنة اللجنة التي تتعاكف على العمل الدستوري. سيد مصطفى نقوة التفاصيل في مصر باتت متشعبة وكثيرا. لا أريد أن أعود إلى الوراء. ولكن بالأمس في خطاب الرئيس بالتحديد. يعني معلوم بأن هناك أزمة ثقة مع الآخر. كيف هو مدى جسور الثقة مع الآخر مع المعارضة؟ تحدث عن لجنة للمصالحة الوطنية. ولكن هل المشكلة في لجنة اليوم في مصر؟ أم ما هي بنود هذه المصالحة الوطنية؟ وما هي الضمانات أن يقوم الرئيس ويحقق ما تم الاتفاق عليه في أي حوار؟ هو أكاد الأقرب للمعارضة في خطاب الرئيس. كان دعوة إلى وجود لجنة لعمل التعديلات أو المقترحة للدستور. حتى تعرض على مجلس النواب القادم والرئيس محمد موسي. ما الضمانة يا سيد مصطفى بأن يلتزم بها الرئيس؟ بفترات سابقة تم الحوار مع الرئيس. وتم الاتفاق مع الرئيس على بنود معينة. وتم الاتفاق على عدم طرح الدستور على الاستفتاء إلا برضى الجميع. ولم يتحقق ذلك. لم يلتزم الرئيس. إذن ما الضمانات هذه المرة للمعارضة كي تأتي لحوار أو لليجان لتعديل الدستور؟ قبل الدستور طرحت بعض المعارضة بعض التعديلات. ولكن كان فيه لجنة قائمة بقالها 6 أشهر شغالة. فهي كانت الأولى بوضع الدستور المصري للاستفتاء. والشعب استفتي عليه. ولكن الرئيس وعد أنه مجلس النواب القادم وهو لا يملك أكثر من ذلك. أنه يدخل تلك التعديلات التي تتوافق عليها القوى الوطنية. ويكون عليها إجماع يقدمها لمجلس النواب القادم. ليس لمجلس الشورى الحالي. هردك عارفة طبعا الفرق الدستور ينص على ذلك. أنه مجلس النواب القادم. وهو وعد بذلك. فأول ما يأتي مجلس النواب. فطبيعي جدا أنه يبقى قدامه وعده صريح. أنه يجب أن يؤدي تلك التعديلات. ولكن لو نرجع لحطة بسيطة خاصة بالمعارضة يا فندم. عندنا المعارضة في كل أماكن في العالم. أي نعم. هي تحتاج وتعترض. ولكن الطبيعي أنها برضو تقدم عن ناحة تانية حلول للمشكلات. حتى لو لم يؤخذ بيها. وفي الآخر تطلع تقول للشعب. والله أنا قدمت الحلول واحد اثنين ثلاثة. والشعب هو يحكم. في الآخر الحكومة التي تأخذ القرار. دعني أسمع من عمار تعليق على ما ذكر السيد مصطفى. عن عدم وجود رؤية لدى المعارضة المصرية. قبل أن أنتقل إلى ما هو متوقع في الثلاثين من حزيرة. بداية بس أنا حابب أحيي مصطفى على زوءه. هذا بفترح أفكاره. الجزء بتاع المعارضة عندها. رؤية. رؤية ولا ما عندهاش. لا المعارضة عندها رؤية. وطرحت الرؤية في أكتر من مرة. والطرح جاء في كلام مع الرئيس في أكتر من مناسبة. الجزء بتاع التعدلات الدستورية ده جزء مهم. إحنا عرضنا أكتر من مرة التعدلات. وعايزين نعديل إيه؟ وإيه مشكلتنا مع المواد الموجودة؟. الكلام ده كله لم يؤخذ به. الراجل سيد رئيسي قعد مع قيادات المعارضة. ولم يؤخذ برأيهم. وطلع زي ما ذكرت قبل كده. وزي ما ذكر الأستاذ عماد. الإعلان الدستوري طلع بعد كده. قسم الوطن. المعارضة قدمت الخطوة الأولينية التي تقدر تقدمها. التي هي نروح ونعود ونتكلم ونتناقش. ونعرض أفكارنا. ده كل اللي في إيدينا نعمله على فكرة. المعارضة ليست في إيديها أكتر من كده. ومع ذلك. ورغم أننا قدمنا الخطوة دي. وسمعنا الكلام وروحنا وقعدنا. لا تسمعش كلامنا بالعكس. ومن هنا كنت قد سألت سيد مصطفى عن الدمانات بأن يتم سمع كلام المعارضة. أنا كمعارضة. إيه لي خليني أروح أعد تاني مع السيد الرئيس. اللي وعدنا مرة واثنين وثلاثة. ولم يفي بوعدة في المرة والاثنين والثلاثة. إيه لي خليني أروح أعد معاه وأنا ما عنديش أي ضمانات. ما فيش ضمانات. الدعوة مبارح الدعوة للاجنة لتعديل الدستور. الكلام ده بقى له كم شهر موجود. بقى له يجي خمس ستة شهور المواد لتعديل الدستور. لاجنة للمصالح. يا أخي إحنا الكلام في العموم مالوش أي قيمة. إنما لما يبقى الكلام محدد والسقف واضح. أنا هتناقش في النقط الفلانية. وغطي المواد العلانية. ساعتها أنا أدرب أنا وأنا رايح كده. أنا عارف أتكلم في إيه وأبقى محضر ناسي حتى. سيد مصطفى تعليق سريع وأريد أن أعود للسيد عماد. لا يا فن ببساطة. طبعا شكرا لأستاذ عمار. ولكن المعارضة ببساطة. يعني الرئيس وجه دعوة. هو لو ما حددتش حتى معوعد. تطلع ببساطة المعارضة في تام المؤتمر صحفي. يقول والله إحنا عاوزين بنود واحد من ثلاثة. أو نحدد مواعيد ونحدد بعض البنود نتفق عليها. وعلى أقل المعارض نقعد فيه. ولكن الرئيس محمد مرسي. لفترة اللي فاتت دعا حوالي ست أو سبع مرات. المعارضة لتحضر لبعض المفاوضات. ولكنها لم تأتي. ما فيه صغير مرة واحدة. مصطفى أبجديات. مصطفى معلش نحطعك لمؤهزة. وجاء فيها الأستاذ عمر حمزاوي. والأستاذ عامل نور. فيها خص فقط. مصطفى. مصطفى معلش أبجديات أي دعوة أنك أنت تحدد الدعوة وتحدد الدعوة لمين؟ وتحدد الدعوة في أي المواضيع بالزبط؟ وتحط سقف زمني لمناقشة المواضيع دي وتحقيق الطلبات. دي أبجديات أي دعوة يا مصطفى؟ الكلام ده اتكرر زي ما أنت بتقول فعلا خمس ست مرات. بس في الخمس ست مرات الأبجديات دي ما حصلتش. ولا إحنا ما حددناش لغاية النهاردة هنتناقش في إيه؟ الكلام في العموم كده تعالوا احضروا. طب مين اللي هيجي طيب؟ مين من المعارضة هو عايزه يجي؟ يعني ما هو جدول الأعمال يا سيد مصطفى؟ ما هو جدول الأعمال لهذا الحيوان؟ من سيشارك في هذا الحيوان؟ ما أنا بقول لها حاليك النقطة وصلت يا فنم ولكن هو لما كان الرئيس بيضعب لكده كان بيضعب قادة المعارضة وقادة الأحزاب. أنا فعلا بما أني عندي مشاعر وطنية وعايز مصلحة بلدي. حتى لو لم يتم تحديد كل البنود أنا هروح هناك وأفرض بنودي على أجندة الاجتماع. وفي الآخر لو لقيت أن فيه أي تعنت من جانب الرئاسة أطلع أقول كده. مش أن أنا أرفض من الأول للأسف. طيب ووصلت مصطفى. يعني خلينا أقول. وصلت مصطفى الفكرة. وصلت مصطفى الفكرة. فعلا أوقت يدهمني وأريد أن أنتقل إلى مقاط أخرى أو ملفات أخرى. سيد عيماد في الثلاثين من حزيران الشعب المصري وحتى العالم يترقب ما الذي سيجري. ما هي السيناريوهات المتوقعة لهذه التظاهرات؟ السيناريو الأول أن ينزل المتظاهرون المصريون بكسافة شديدة. وأظن أن هذا هو التحدي الأكثر الذي يخشاهه الإخوان المسلمون في هذه اللحظة. إذا نزل المصريين واحتشدوا إلى أيام قد تكون هناك متغيارات كثيرة. إذا كان العدد ضئيلا فأظن أنه سيكون خبرا سارا للإخوان المسلمين. سيقول للعالم منظوره هذا هو حجم المعارضة المصرية. أو في كل الأحوال سيحاولون شراء الوقت. المشكلة أو التكتيك الذي يدعي إليه الإخوان حتى فيما تعلق بالدعوة التي كان فيها جدل بين الأستاذين عمار والأستاذ مصطفى. هو أن الإخوان في كل الأحوال كانوا يشترون الوقت. يقول الرئيس محمد مرسي في خطاب ليلي أن تزركوا بغدا في السنية عشر. هذا لا يليق بمفاوضات سياسية أو شركات. وبالتالي نفس الوضع يتكرر الآن. هم فوجوا أنهم وصلوا إلى 30 يونيو. يأملون أن يمر هذا اليوم على خير. وبالتالي تنتهي فكرة المعارضة ويستتبع العمر لهم. وتدين لهم كل المؤسسات الأخرى بالإزعان والقبول. عمار باختصار ما هي الضمانات بأن تتحول هذه المظاهرات التي تريدها المعارضة سلمية إلى تظاهرات عنف يسقط فيها قتلة إذا أخذنا ما يجري في الأشهر الأخيرة كسبيل أو كمثال؟ بصي فيه حالة احتقان شديدة جدا وممكن تؤدي فعلا للعنف للأسف الشديد. الضمانات أن الأعداد تبقى كبيرة جدا. عشان تحفظ المظاهرات ديت من التوجه لتوجه غير مأمول وهو العنف. أنا شخصيا الآن. زي ما قال أستاذ عماد. الألق على الوطن بالتأكيد. وكمان الألق على. يعني لو الأعداد قليلا. الإخوان هيقول لك خلاص. المعارضة لا تنسللش حاجة. بس سلمية التظاهرات ديت. دي الحاجة الوحيدة التي تضمن لنا. وللوطن أن تبقى مشكلة. سيد مصطفى في خمسين ثانية. كيف ما هي استراتيجية الأخوان لمواجهة هذه التظاهرات؟ خلاني وليفن من هو الأخوان. هبقوا مركزين أعتقد أكثر على تأمين المقرات الخاصة بيوم. والمساعدة في حماية الشارع اليوم دهوان. والصورة بشكل عام هي نفس المعارضة تعرف أن هي نقد الرئيس مرسي ليس موجهة لها. الرئيس مرسي يحاول يقاوم مؤسسات فساد موجودة في البلد. والأسف دي لا تستغل تظاهرات 30 يونيو القادم. شكرا لك. لك تعمل أعمال عنف. شكرا لك مصطفى الخطير. دا همني الوقت. كما أشكر ضيفي الآخرين أيضا. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة وإلى اللقاء.